بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد أشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رودريغو دوتارتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالصة آني بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه لفخامته منفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والاستهار بعث سمو ولي العهد أشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رودريغو دوتارتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة طمنها سموه رعاه الله خالصة آني بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته منفور الصحة والعافية كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الأزراء حفظه الله ببرقية تهنئة ممثلة ترجمة نانسي قنقر